وقبل ذلك نشر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مقالاً في مجلة شؤون الخارجية الأمريكية فوران آفارزا تحدث فيه بلغة واضحة وجريئة عن تطلعه إلى علاقة مستدامة وعميقة مع الولايات المتحدة وأشر سوداني إلى تضحيات الشعبين العراقي والأمريكي وقال إنهما يستحقان رؤية فوائد أكبر للعلاقة بين البلدين رفضاً في الوقت نفسه التنازل عن حق الدولة في اتخاذ قرار الحرب والسلمة وعبر رئيس الوزراء عن رفضه لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق أو في دول الجوار مبيناً أن جماعات المسلحة في العراق نشأت بفعل ظروف المعقدة لكن الحاجة إلى السلاح خارج الدولة تتلاشى شيئاً فشيئاً وأن الحكومة تعمل على الوصول إلى هذه النهاية ترجمة نانسي قنقر